موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة حيث نطالع فيها أهم ما تقوله مواقع الأخبار والصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من العنوان الذي تصدر العديد من المواقع حيث تداولت اعترافات الخلية الإرهابية التي هاجمت دار المسنين في عدن في مارس الماضي وعنوان الاشتراك نت اعترافات الخلية الإرهابية التي هاجمت دار المسنين بعدا في مارس الماضي وقال الموقع أن أعضاء الخلية اعترفوا بارتكابهم الجريمة والقيام بتصفية المشرفات على الدار من أصول هندية وكذا قتل طاقم الحراسة وسائق الحافلة التابعة للدار وبحسب بيان إدارة أمن عدن فإن أحد عناصر الخلية الإرهابية اعترف أثناء التحقيق أنهم قبل إقدامهم على العملية قاموا باستفتاء أحد أئمة المساجد بالمنطقة والذي أفتاهم بجواز قتل القائمين على الدار إذا ما كانوا يدعون إلى التنصير وذكر البيان إن المتهمة أكد أن أحد أعضاء الخلية أفتاهم بجواز تصفية المشرفات على الدار من الأجانب إذ كنا يقمنا بالدعوة إلى التنصير مؤكدا أن القسم الآخر من الخلية كان عليهم تنفيذ ما تبقى من العملية يتابع الموقع في الرابع من مارس الماضي قتل 16 من نزلاء دار العجزة يقع بمديرية الشيخ عثمان ظهر يوم الجمعة إثر هجوم المسلح نفذه مجهولون واستهدف الدار واستخدمت فيه أسلحة رشاشة ينقل موقع الموقع بوست عن الناطق باسم المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء عبدالله الشندقي قوله مجلس الحوثي والمخلوع لا يعنينا وإعلانه يجعل الحسم العسكري هو الخيار الأقرب وأضاف الشندقي في تصريح خاص للموقع بوست أن هذا المجلس إنما يعزز ثقة المقاومة أن الإنقلابيين لا يريدون سلاما مشيرا إلى أنهم بأعلانهم أعلنوا فشل مفاوضات الكويت ما يجعل قوات الشرعية تعود لخيار الحسم العسكري وقال المتحدث باسم مقاومة صنعاء أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هو المعنيان بهذا الإعلان مشيرا إلى أنه مثل صفعة قوية لهم من الميليشيات واستهزاء بهم وأضاف للموقع بوست يجب أن يكون للأمم المتحدة والمجتمع الدولي موقف رادع للميليشيات بتحميلهم مسؤولية فشل مفاوضات الكويت عن تشكيل المجلس السياسي بين طرفي الميليشيا كتب الأبين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان وقال على الحوثيين أن يغيروا منطلقات فهمهم لمستقبل الدولة في هذا البلد التاريخ لا يتكرر وإن تكرر بصورة هزلية ناهيك عن مكر التاريخ الذي يجعل مما لا يستوعبونه جيداً ضحايا حماقة محاولات إعادة إنتاجه بصورة إرادوية كما حدث في تجارب كثيرة التاريخ يتحرك إلى الأمام ويستحضر وقائعه للاستدلال على أن الحياة لابد أن تفهم في حركتها وصيررتها ومآلاتها لن يبقى اليمن رهينة نزعة انتقامية سيطرت على رئيس حكم البلاد خمساً وثلاثين سنة استثمرها الحوثيون ليشعلوا حماقة إعادة إنتاج وقائعه من تاريخ هذا البلد لتغرق البلد في هذه الحرب المأساوية سجلوا للتاريخ وعلى هامش ذلك اشتموا كما فعلها قبلكم كثيرون وهو أنكم إذا تمسكتم بخيار الإنقلاب للمساومة بقيام دولة طائفية لتكسبوا رهانة الأقلية بمعايير مخادعة تضخ إليكم من تجارب أخرى في بناء الدولة فتأكدوا أنكم لن تكونوا في إطارها وأكررها مرة ثانية غير مجموعة محاربين منهكين ومنهكين للبلد بصراعات لا تنتهي ولن تستقر خيارات هذا النوع من الأنظمة إلا على كوارث لا أعتقد أن أحدا يجهلها علي صالح ومجموعته لن يستمر حلفاء بعد أن تزول أسباب هذا الحلف الانتقامي هامشهم أوسع في التعاطي مع دولة بمعايير مختلفة عن معاييركم ولذلك فإن تشكيل المجلس السياسي المشترك وعلى النحو الذي أعلنه هو محاولة لإنقاذ شيء مختلف تماما عن الدولة التي لم تعد تعني لحلفكم شيئا وحول ردود الأفعال عن المجلس السياسي الذي شكلته جماعة الحوثي وصالح يقول المصدر أونلاين رفض أمريكي أوروبي تركي للمجلس السياسي الذي أعلنه الحوثيون وصالح ويبدأ الموقع برد فعل الخارجية الأمريكية والتي قالت إن إعلان صنعاء مخالف لجوهر المفاوضات وطالبت الإنقلابيين بإظهار حسن النواية وفي بيان لها بشأن اليمن عربت الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ من إعلان الحوثيين وحزب صالح تشكيل مجلس أعلى من جانبه أكد الاتحاد الأوروبي أن إعلان الحوثيين وصالح تشكيل مجلس سياسي تنقض كليا مع مشاورات الكويت وطلب الميليشيات بعدم انتهاكات قرارات مجلس الأمن وفي ذات السيهاق أعلنت الحكومة التركية عدم اعترافها بالمجلس السياسي الذي شكله الإنقلابيون في صنعاء وجددت دعمها للحكومة الشرعية وإلى تعز حيث عنونا موقع التغيير نت الميليشيات تفجر وتدمر منازل المدنيين في تعز وتضاعف من جرائمها ويقول الموقع تعز تعرض قرابة 3758 منزلا وامتلكات عامة وخاصة لتدمير كلي وجزئي فضلا عن حالة تفجير طالت بعض هذه المباني التي تعود ملكيتها إلى المدنيين ويتابع الموقع هناك ما يقارب 1648 منزلا تعرض للقصف والدمار الكلي والجزئي نتيجة استهدافهم من قبل الميليشيات الإنقلابية على الأحياء السكنية في المدينة فضلا عن حالة تدمير وتفجير وهدم وإتلاف واقتحام واحتلال طال معظم المباني حيث أقدمت الميليشيا على تفجير 29 منزلا بوسطة الألغام والعبوات داسفة في مناطق عدة والتي كان أغلبها في المحور الشرقي من المدينة إضافة إلى أن هناك ما يقارب 19 منشأة خدمية وعامة تم إتلافها وهدمها وقرابة ثمانية منشآت تراثية وثقافية تعرضت للدمار والإتلاف و17 مرفق صحيا وخدميا تعرض للقصف والدمار لم يتوقف الحال عند ذلك الأمر فقد حولت الميليشيا معظم المنازل والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة لسيما مساكن المواطنين إلى ثقونات عسكرية وجعلته عرضة للقصف والاستهداف إلى وتنعنت مترسها وقصفها الأحياء السكنية باستمرار مشاورات الكويت رؤية إيرانية تحت هذا العنوان كتب عدنان هاشم مقاله المنشور في يمن مونيتر وقال الكاتب طهران تخشى أن تخرج مشاورات الكويت باتفاق يضمن بقاء هادي في السلطة وبذلك ستخسر معركة في مواجهة السعودية وستكون الخسارة كبيرة إلى ما جرى توقيع الاتفاق في السعودية كما أنها تخشى أن يحدث اتفاق يحول الحوتيين إلى حزب سياسي وليس إلى حركة مسلحة بدعاوى الخوف من البطش بحكم مظلومية الأقلية تحمل اسما عقائديا أو تتعلق بشخص وبذلك لا يحدث لها اعتراف عالمي وتبدي تذمرها من أي حديث عن انسحاب من المدن وسحب السلاح خوفا من انحسال السيطرة والتأثير فالمخططات القادمة تتمثل في مراكز فكرية لا تؤمنها إلا الانتشار المسلح إلى جانب أن لا تطول معركة الاستنزاف للرياض وبذلك لن تقتنع السعودية بالجلوس على طاولة مفاوضات مع إيران نختم بما ذكره موقع الوقت بتحليل يتحدث عن دور فيلق قدس في تأسيس جماعات إيران في الشرق بالقول يعلم الجميع بأن فيلق القدس وقائده اللواء قاسم سليماني قد ساهموا بشكل فعال منقطع النظير في تشكيل وتقوية قوى المقاومة في المنطقة لا سيما الحشد الشعبي في العراق والقوات الشعبية في سوريا وقوات حركة أنصار الله في اليمن والتي أصبحت تمثل اليوم الساعدة القوية لجيوش هذه الدول في تحرير أراضيها من الجماعات الإرهابية ومع ذلك فإيران تخشى ممن قامت بتشكيلهم بيديها طوال سنوات من انقلاب على أفكارها وبكل الأحوال لا أمن قومي لشبه الجزيرة العربية بدون نزع سلاح الحوثيين وتحويلهم إلى قوة سياسية بعد حل تنظيماتهم المسلحة ودولة قوية في اليمن موقع الصهاريج نيوز عنوان إدارة مكافحة مخدرات أمن عدن تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات وإلقاء القبض على 23 متهما بالترويج والحيازة يقول الموقع تمكنت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لإدارة أمن عدن من ضبط كميات كبيرة من المخدرات بمختلف أنواعها بينها 8 كيلو جرامات من الحشيش ومئات من أشريطة الكابيتاجون والرسل ومواد مخدرة أخرى كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في عدن من إبقاء القبض على 23 متهما بقضايا بين حيازة وطعاطي وترويج تم إحالة عدد منهم إلى النيابة العامة وعن امتحانات الثانوية العامة عنوان موقع يمن مونتر طلاب الثانوية باليمن يعيشون لحظات حرجة عشية انطلاق الامتحانات النهائية وفي التفاصيل قال الموقع يحبس 80 ألف طالب وطالب أنفاسهم في العاصمة اليمنية صنعاء إضافة إلى الآلاف من الطلاب النازخين من محافظات الجمهورية ولم تعلن وزارة التربية والتعليم عن الأرقام الحقيقية لهم استعدادا لخوض امتحانات الشهادة الثانوية يتابع الموقع عشية انطلاق الامتحانات يعيش الطلاب حالة حرجة ملؤها الهلع مع تزايد الاختلالات التي تحاصر العملية التعليمية والشائعات عن تسريب نماذج الامتحانات الوزارية قبل ساعات من تدشيرها ويضيف الموقع نظرا للاضطرابات التي تعصف بالبلاد خصوصا محافظات الشمال التي تدور فيها حرب شرسة بين الجيش الوطني ومسلحي الحوثي فقد أدى طلاب المحافظات الجنوبية امتحاناتهم خلال الأسابيع الماضية وهي المرة الأولى التي تنطلق فيها الامتحانات في وقتين مختلفين منذ توحيد شطري البلاد وفي أحد عنوين موقع عدن تايم الرئيسية ركز الموقع على موضوع الإرهاب حيث قال الإرهاب يخطف البريقة ويحولها من مذار سياحي إلى ملاذ لها ويقول عدن تايم في التفاصيل بدأت قصة هذه المدينة مع إنشاء الاستعمار الإنجليزي لمصفات النفط ليدخل المكان حقبة تاريخية جديدة جعلته مثوا للعشرات من الباحثين عن فرصة عمل في المنشآت المفطية وتم بناء واستيراد كثير من المساكن الخشبية لإيواء الألاف من العمال في بناء والتشغيل المصفى وفي وقت لاحق استعملت الأبنية لإيواء أسر موظفي إدارة المصفى يتابع الموقع في السنوات العشرين الأخيرة ومع انفلات وتراق القبضة الأمنية الحديدية التي سادت خلال حكم النظام الاشتراكي انتشرت الجماعات الجهادية التكفيرية في المدينة الساحلية كالناري في الهشيم وقبل مطالعة أهم قالت الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعود الترحيب بكم مشاهدين ونصحبكم في جولة لاستعراض أهم قالت الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من الصحف الكويتية والتي عادت للتحفظ في تعاملها مع تصريحات أعضاء وفد الميليشيا والتي خصصت لها صفحات عدة خلال الفترة السابقة ونبدأ من صحيفة الرأي الكويتية والتي قالت في أحد عنوينها المشاورات اليمنية اجتماع اليوم هو الفاصل وقالت الصحيفة اتسعت الهوة بين الأطراف اليمنية المشاركة في مفاوضات السلام في الكويت ما يدل على انتهاء المشاورات المنعقدة منذ إبريل الماضي بعد إعلان فريق القوثي صالح قرارهم تشكيل مجلس سياسي وتضيف الرأي ففي حين يؤكد الجانب الحكومي انتهاء المفاوضات وينفي الطرف الآخر ذلك أوضحت مصادر أن اجتماعا سيعقده المبعوث الأممي مع الفريق الحكومي برئاسة وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي لمحاولة الوصول إلى حل في اليوم الأخير من وقت المفاوضات حسب اتفاقهم المبدئي وأكد نائب رئيس الوصد الحكومي في المشاورات اليمنية عبد العزيز جباري أن المشاورات وصلت إلى طريق مزدود وانتهت ونحن مغادرون شاكرا للكويت على استضافتها لهذه المشاورات وردنا على ما ذكره مصدر المقرب من طرف الحوثي صالح عن أن قرار تشكيل مجلس سياسي يهدف إلى توحيد الجهود لمواجهة العدوان قال جباري أنهم لا عهد لهم ويعتبرون كل من يختلف معهم عدوان فهم يقتلون الشعب اليمني لاختلافه معهم مشيرا إلى أنهم انقلبوا مرتين الأولى على الدستور اليمني والثانية على الشرعية الدولية وتنقل صحيفة الشرق الأوسط عن سياسيين يمنيين قولهم إن مشاورات السلام اليمنية اليمنية في الكويت انتهت بالنسبة لهم إذ عقد وفد الحكومة إلى المشاورات أمس لقاءات واجتماعات وصفت بالتوديعية بعد نصف ميليشيا الحوثي صالح الانقلابية للمشاورات بإعلانها للمجلس السياسي لحكم البلاد وهو ما يعد خطوة جديدة لتأكيد انقلابها ولتجاهلها للقرارات الأممية والمجتمع الدولي وشبلت اجتماعات الوفد اللقاء بسفراء بريطانيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسفراء مجلس دول مجلس التعاون ثم بقية سفراء الدول الثمانية عشر الرعية لعملية السلام في اليمن وقال مصدر في وفد الحكومة اليمنية للشرق الأوسط إن الوفد أكد للسفراء فداحة ما أقدم عليه الانقلابيين ونكرر مطالبنا للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية وإدانة هذه الإجراءات التي تنصف ليس فقط مسار المشاورات بل العملية السياسية برمتها في هذه الأثناء قال مغزر رفيع في رئاسة مجلس الوزراء اليمني أنه لم يبقى لنا أي خيار إلا خيار الحسم العسكري سوف نمضي إلى تحرير ما تبقى من الأرض اليمنية واستعادة الدولة والسلطة الشرعية صحيفة الحياة تابعت مضوع فشل المشاورات اليمنية في الكويت وعنوانات الحكومة اليمنية تنهي مشاركتها في مشاورات الكويت الوفد الحكومي قال خلال الاجتماع الذي عقد مع سفراء دول الثمانية عشر الرائعة للمبادرة الخليجية إن الاستمرار في المشاورات يعتبر مضيعة للوقت بعد أن تبين أن وفد الحوثيين وصالح في الكويت غير مخول بإبرام اتفاق إذ أنه يتفاوض في اتجاه بينما يقوم رؤساؤهم بالإعلان عن تشكيل مجلس الرئاسي يتعارض تماما مع الارتزامات التي وقعوا عليها إلى ذلك قال مسؤول خليجي رفيع للحياة إن الدول الخليجية تدين ما أعلى له الحوثيون وأتباع الرئيس السابق صالح من إنشاء مجلس سياسي أعلى للحكم في اليمن كما أكد مسؤولون في قيادة التحالف العربي أن إعلان تشكيل المجلس شأن سياسي لا عسكري وردا على سؤال عما إذا كانت مشاورات الكويت انتهت بعد إعلان الإنقلابيين قيام هذا المجلس قال المسؤول الخليجي بالنسبة إلينا انتهت المشاورات رسميا مجلس أمن أم شاهد ذور تحت هذا العنوان كتبت صحيفة السياسة الكويتية افتتاحيتها وقالت هل هناك ما يمنع القوى الدولية الكبرى من الحسم في اليمن بعد انقلاب محور المخلوع صالح الحوثي على انقلابهم الأول في خطوة إلغائية للحكومة الشرعية وللقوى السياسية الأخرى أم أن الأمم المتحدة ستكتفي بدور شاهد الزور مرة أخرى حيال تقويض قراراتها من خلف أبواب مصالح بعض الدول الفاعلة بالقرار الدولي مهما كان من أمر يحاول تمريره محور الإنقلابيين فإذا صدقت أقوال مسؤولي حزب صالح فلا تفسير لذلك غير أن واشنطن وبرلين وموسكو وبكين تسعى إلى تسوية حساباتها من رصيد الدم اليمني خارج سياق المؤسسات الدولية التي تلوح بها حين تشاء وهنا يصبح مشروعا للحكومة الشرعية والتحالف العربي أن يعمل على حسم الوضع عسكريا غير عابئين بما يسمى المجتمع الدولي الذي لم تحصل منه اليمن إلا على التسويف وإطالة أمد المعاناة الأمر الآخر المثير للريبة في هذا الشأن هو إعلان الاتفاق غدا تتقديم كل من الكويت والمملكة العربية السعودية رسالة احتجاج مشتركة عن اعتداءة إيران على المنطقة المقسومة المغمورة وإطلاق حملة تهديدات جديدة فهل المقصود من كل ذلك إيصال رسالة إلينا مفادها أن إيران أصبحت شرطية المنطقة الجديد؟ ربما بات على ما تسمى الدول الكبرى تغيير قواعد اللعبة في الإقليم ليس لأنها تراهن على الحصان الإيراني الخاسر فقط ضد الحلفاء التاريخيين بل لأن طهران في الحقيقة ليست أكثر من بعبع إعلامي ولنا تجربة ماثلة في الأذهان بهذا الشأن منذ الحرب العراقية الإيرانية حين قال قادة نظام الملالي إنهم سيحسمونها بيومين لكنهم أعلنوا استسلامهم بعد ثماني سنوات من الحرب المدمرة بطريقة مهينة جدا ولم يستطيعوا طوال سبع وثلاثين سنة من رعايتهم للإرهاب بكل أشكاله تحقيق أي من أهدافهم خصوصا تصدير الثورة وحول تواجد تنظيم القاعدة في حضر موت تقول صحيفة الخليج في أحد عنوينها قيادة الجيش والتحالف في حضر موت تمهل عناصر تنظيم القاعدة أسبوعين للاستسلام تقول الصحيفة في التفاصيل أمهلت قيادة قوات التحالف العربي والمنطقة العسكرية الثانية بحضر موت عناصر القاعدة وداعش ومن يتعاون معهما أسبوعين لتسليم أنفسهم ووعدت عناصر التنظيمين الإرهابيين بالعفو وعدم الملاحقة إذا استسلموا للسلطات الشرعية في المهلة الممنوحة ذلك في أعلان صدر أمس واطلع عليه مراسل الخليج ويأتي في ظل خطوات تتخذها قيادة التحالف والمنطقة العسكرية الثانية للحد من العمليات الانتحارية أو أي هجوم مرتقب قد يزهق أرواح المواطنين الآمنين والجنود المدافعين عن تراب الوطن وكانت قيادة المنطقة العسكرية الثانية قد شكلت حزاما أمنيا حول مدينة المكلة خلال فترة مهرجانات البلد السياحي وحضيت هذه الخطوة بارتياح أهالي المكلة والزائرين لها بعد أن توفرت لهم سبل الراحة والاكمئنان والاستمتاع بالأجواء الجميلة صحيفة البيان الإماراتية عنودت الانقلابيون ينفذون عملية تهجير جماعي للسكان شرق تعز وتقود التفاصيل بدأت الميليشيات الانقلابية تنفيذ عمليات تهجير بحق سكان قرى في تعز وإخلائها بالقوة لتحويلها إلى مناطق عسكرية وشهدت مناطق في محافظة تعز سلسلة إجراءات تهجيرية للسكان من قبل الميليشيات حيث أقدمت في مديرية صالة شرق البدينة على ارتكاب جريمة جديدة بتهجيرها الجماعي للسكان في منطقة الجحملية العليا بعد أن أمرتهم بإخلائها واعتبارها منطقة عسكرية وقالت مصادر محلية للبيان إله لليوم الثالث على التوالي والسكان ينزحون عن المنطقة باتجاه منطقة الحوبان شرق المدينة بعد أن هددتهم الميليشيات بإخلائها وإلا سيتم تفجيرها وأضافت عناصر الميليشيات قامت باقتحام منازل المواطنين بالقوة والتمركز بداخلها بأعداد كبيرة ما أنذرت الميليشيات أهالي المنطقة الغربية في وادي حنش ومفرق شرعب والقرى المجاورة لمصنع الصمني والصابون بإخلاء المنطقة والخروج من البيوت كونها منطقة عسكرية إضافة لمواصلتها تهجير المواطنين ونهب المنازل والمرافق والمؤسسات العامة بمنطقة الأعبوس ما أدى لنزوح كبير للسكان إلى مناطق وقرى مجاورة وعن تعهز أيضا عنولت صحيفة العربي الجديد استئناف الدراسة في جامعة تعز بعد توقفها عام ومن التفاصيل نقرأ يعود عشرات آلاف الطلاب إلى جامعة تعز لاستكمال الدراسة التعويضية وخوض الاكتبارات الهائية للعام الدراسي 2014-2015 في ظل تعقيدات كبيرة تواجه مؤسسات التعريم اليمنية تضيف العرب الجديد تحاول رئاسة جامعة تعز تدشين عام دراسي جديد بعد توقف العملية التعليمية حيث أعلنت استئناف العملية التعليمية وتنشيط مرافق وكليات الجامعة في منطقة حبيل سلمان غربي المدينة إثرى استعادة مبالي الجامعة من الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع بعد أن تحولت الجامعة إلى ثكنة عسكرية لقصف المدنيين في مناطق مختلفة من مدينة تعز وقال رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي للعرب الجديد إنه تم التواصل بين رئاسة الجامعة ومن سماهم الجهاد ذات العلاقة بهدف تحييل الجامعة عن الصراع السياسي وأنه طالب من طرفي المواجهات المسلحة أن يكون الحرم الجامعي بمنأة عن الصراع لتأمين أرواح منتسبي الجامعة وأكد إبداء الطرفين تعاونهما منعطف الأزمة اليمنية تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الرياض افتتاحيتها وقالت الانقلابيون جاءوا للكويت بذات النواية المبيتة لإفشال مشاوراتها لم يكن هدفهم الأصول إلى حل يجنب اليمن والشعب اليمني المزيد من المعاناة بسبب حرب افتعلوها وأرادوا استمرارها لأن طهران أمرتهم بذلك وهم لا يملكون من أمرهم شيئا إلا أن ينفذوا تلك الأوامر متخلين عن وطنيتهم وعروبتهم طمعا في رضا حكام طهران ورغبة في الاستيلاء على الحكم ليخدموا أجندتهم ويحققوا أهدافهم وتأكيدا على عدم جدية الانقلابيين واستخفافهم بالقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن أعلى سلطة دولية فقد أعلنوا استمرارهم في مشاورات الكويت وكانت تلك المشاورات ستظل منعقدة إلى ما لا نهاية تنتظر أن يتجاوبوا معها في يوم من الأيام أو حتى تأتي الأوامر من طهران تخبرهم كيف يتصرفون فبالتأكيد قرار الانقلابيين ليس منهم ومصلحة اليمن وشعبه لا اعتبار لها طالما من يقرر لا يضع أي اعتبار لتلك المصلحة أو لذاك الشعب المرحلة المقبلة من الأزمة اليمنية ستأخذ منعطفا غير ما سبق فقرار الانقلابيين ألغى العملية السياسية برمتها فليس من داع أن تستمر وسط الاستخفاف والمماطلة من قبل الانقلابيين الذين من الواضح أنهم يريدون كسب الوقت من أجل إعادة الانتشار والتموضع على الأرض عطفا على الخسائر التي يمنون بها على أيدي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومين من قبل قوات التحالف العربي وصلنا إلى ختاب حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه ونتابع معنا جمعة من رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر